اخوات السلام عليكم ورحمة الله و اهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم باراكور ديليكاسيو اليوم شاء الله الرحمن الرحيم سوف نعمل معكم هذا الموضي اللي هو امامكم بكرة الذهب اللي يجيب هات شكل هذا زيك زاقي بوقاد مكرمي ولي نتمنى ان نوينا الاعجابكم قبل ما نبدأ وكنتمنى من الناس اللي يشاهدونا اول مرة باش يشاركوا معنا في القناة ويفعلوا زيل الجرس باش يتوصلوا للجديد ومشيون تعرفوا المكونات بسبب المكونات اللي غدي نحتاجو لها بخصوصة العمل فغدي تكون على الشكل التالي غدي يخصنا واحد متر في اثنان زائي ثلاثين سنتيم من خيط النيلون اللون الاسود او اي لون حسب اختياركم ناش كورة ذهب من حجم ثلاثة ميليمتر كورتان ذهب من حجم واحد ميليمتر وغدي يخصنا كذلك نقص مستراء وبريكي بسم الله الرحمن الرحيم اذا فبعد ما قمنا بتثبيت القطع الاولى من الخيط المستطيل دينا كنناخد القطع التانية وكنوضعها بتشكل ثم كنباشر عملية العقاد على طريقة المكرامي كنعمل قرابة ثلاثة سنتيم في كل طرف بالنسبة للناس اللي يشاهدون اول مرة فانا غدي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو بس تشاهدوا هذه العملية بتفصل الآن هنقوم بتنزيل الكورات اللي وضعناهم مسبقا ثم كنتابعوا العملية بهذه الطريقة هذي كيفما كنتشاهدوا معنا فكنزلوا كورة بكورة ثم كنعملوا واحدة العقدة بهذه الشكل هذا باش يجيوا على شكل زيك زاق فكنتمنى ان هاد العملية تكون واضحة لعموم فهي عمليا بسيطة بتحتاجه القليل من التركيز اذا فبعد ما قمنا بتنزيل العدد الكلي ديال الكورات غدي نتابعوا العملية بنفس الطريقة بحيث كنضيف قرابة ثلاثة سنتيم في الطرف الثاني من العقد نسبة لهذا الموضيل اللي خدمين عليه الان فهو شبيه الى احد الموضيلات اللي كنا خدمنا عليها مؤخرا غير الفرق اللي كين هو ان الموضيل اللي خدمنا عليه مؤخرا كان بوقت سير بون هذا بوقت مكرامي اذا فحنا الان على وشك الانتهاء من هاد المرحلة الان غدي نتقلوا للمرحلة النهائية باش نتمو العملية اذا فبعد ما انتهينا من عملية العقد غدي نقوم بازالة بقاع الخيوط الآن غدي نقوم بجمع الطرفين ثم غدي ناخد القطعة الثلاثين سنتيم كنوضوع بعد شكل هذا ونباشروا عملية العقد بنفس الطريقة اللي هي طريقة المكرامي كنوضوع قرابة عشر هذه العقد اذا كنزولوا البقايا الخيوط ثم كنخلق واحد توازن ما بين الطرفين والان ما بقى لنا الا نختم هاد العملية هاد بوضع اللمسات الاخيرة على البرسلي بحيث كانوضوع قدف في كل طرف نحرصوا على انهم يكونوا متساوين كنضيفوا قورة في كل طرف ثم كنزولوا بقاع الخيوط اذا اعزائي المشاهدين فهذه النتيجة النهائية العمل ديالنا لهذا اليوم فكيفما كتشاهدوا معنا البرسلي كيجيو ورائهم في الواجهة ديالهم بالشكل المدرج ديال القرات وبالالوان فكنتمنى ان هاد العمل ينال اعجابكم وكنتمنى انكم متبخلوش علينا باللايك طبعا الى اعجابكم هاد العمل والان ما بقى لي الا ان نودعكم على امل اللقاء بكم في مناسبة قادمة ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لان اشهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومية قديم شكرا